تقول أنا ذاهبة لأداء مناسك العمر بالتوفيق جاءني في المنام أستاذ كان يعمل معنا في نفسي المتوسطة وتوفي منذ إثنى عشر سنة وقف علي في المنام وقال لي أنا حي وأريد العمر أنا حي وأريد العمر فهل يجوز لأن أعتمر عليه نعم يجوز لك يا أختي وهذا منم صحيح وعليك أن تعملي به الميت في دار الحق لا يقول إلا حقا مادم قال لك بلي رني حي معنطه حي معنطه ربي اعطاله أجر الشهيد الميت إذا قال لك رني حي معنطه ربي اعطاله أجر الشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل هم أحياء عند ربهم يرزقون ماشي حي برق يرزق أما لا مادم هذا الأستاذ رحمه الله قال لك رني حي معنطه ربي اعطاله أجر الشهيد أو حي وقال لك أن يحب العمر جيبي له عمر أو استأذن من ربي يقف عليك لأنه أعلامته الملائكة بلي راك يا ريح حال العمر ما لا يوقف لك في المنام عنده 12 سنة مليمات وهوي السنة اليوم جاه الإذن جاك في المنام قال لك يا فلا نارني حي واني حب عمر ما لا يجيبي له عمر واهديهال ولا شيء عليك العمر ما يشغل للأقارب حتى للأباعد حتى للأباعد جيبي عليه عمر وعندك أجر وهذا من صلة الرحم بين المسلمين يعني مبارك الله فيك وهذا يدل على صلاحك يدل على صلاحك هذا يدل على صلاحك نطلب الترحم على الشيخ حنيت أحمد في حيف التال وهو مدرس للقرآن بمسجد الأمير بأولادي عيش أولادي عيش كان آخر كلامه قبل موته الدعوة ما رهيش تشكر انتهى أتهى الله في طلبة القرآن هذا الشيخ الذي مات رحمة الله عليه كان آخر كلامه أنه قال الدعوة ما رهيش تشكر أتهى الله في طلبة القرآن الإمام معلم القرآن حنيت أحمد في حيف التال مدرس القرآن بمسجد الأمير بأولادي عيش اللهم ارحمه برحمتك اللهم ارحمه برحمتك اللهم استره بسترك اللهم احفظه بحفظك اللهم اجعل خير أيامه يوم يلقاك اللهم انا هذا الرجل قضى حياته يعلم الناس القرآن يعلم الناس الخير يعلم الناس كلام الله اللهم اجعل خير أيامه يوم يلقاك اللهم اجعل خير أيامه يوم يلقاك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك ونحن عبادك وعبيدك اللهم يا رب اجعل هذا الإمام حنيت أحمد اللهم اجعله ممن يقال له يوم القيامة خذ كتابك بيمينك آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته